بسرعة كمان في المسلسلات وإحنا بنحتاج الزكرة السبعتاشر لوفاة سعاد حسني كنا نقشنا قبل كده عوالم خفية للفنان الكبير المبدع عاد الإمام وكان شقيقة سعاد حسني السيدة جنجا تدخلت معانا وقالت إن المسلسل هي قصة شقيقتها سعاد حسني لأنها عبارة عن مذكرات فنانة ويتم إلقاؤها من دور علوي وده مرتبط بأنها بتكتب مذكراتها لتفضح بعض الشخصيات هي كانت وضعت كتابا وألفت كتابا اتهمت فيه مسؤولا سياسيا كبيرا بالاسم هو لسيد صفوة الشريف وقالت إن هو اللي أدار العملية بالكامل لأن سعاد حسني كانت هتكتب مذكراتها اللي بتفضح فيها القصة الشهيرة المتعلقة بقضية انحراف المخابرات اللي قدمها عبد الناصر بنفسه للمحاكمة وأعلن اعتذاره عن ذلك وقدم المسؤولين والمتورطين فيها للمحاكمة بعد ناكسة سبعة وستين اللي هم كانوا بيستخدموا فيه قسم اسمه قسم السيطرة لكي تسيطر على شخصية زوء عليها امرأة أو فنانة مسؤول سياسي سفير دولة أجنبية وصوروا معاها وبعد كده ابتدي يهددوا بهذه المشاهد فيخضع لك تماما تستطيع انك تسيطر عليها ده قسم السيطرة اللي كان متابعا وقتها وقالت انهم حاولوا اجبار سعاد حسني على ذلك المسلسل طبعا لما حتشوفوه في نهايته حتلاقيه متطابق مع هذه القصة اللي قالتها جانجا شقيقة سعاد حسني في كتابها والدليل شخصية فاروق الفشاوي اللي هي بالضبط شخصية صفوة شريف كل الوقاعة اللي هون شايفينها دي وقاعة حقيقية لكن لازم يحصل نوع من التغيير يعني صفر سعاد حسني للعلاج على نفقة الدولة كان ده طبعا كان في التسعينيات ولما ألغي وتم إيقافه يعني حصلت ضجة شديدة لانها الحقيقة كانت تعالج في لندن لكن محاولة استخدامها في علاقات مع بعض السياسيين ده كان في الستينيات فطبعا المسلسل لازم يعمل نوع من الاختلاف يعني هي وقائح حقيقية لكن يحصل فيها نوع من التغيير شوية وكان المسؤول عن هذه المهام في الستينيات هو السيد صفوة شريف اللي قال انه يعني بينفذ ده كجزء من عمله وقتها في قسم السيطرة ده كتبت سعاد حسني مذكراتها ده حسب شهادة أختها يعني أو سجلت قصتها وقالت انها كانت حتفضح فيها الجميع وانها عشان كده قتلت بسبب ذلك وهي لم تنتحر وانما ألقيت من البلكونة وقتلت في لندن لانها حتفضح شخصيات مختلفة يعني من الواضح ان المسلسل يتصق ويتطفق تماما مع هذه الشهادة انتم عارفين فيه جزء يقولوا ان سعاد حسني انتحرت وانها كانت في أيامها الأخيرة يعني كانت في حالة اكتئاب قضتها إلى ذلك وفيه قطاع أوسع وأكبر بيميل يعني لوجهة النظر اللي بتقول انها قتلت وان اللي قتلوها قتلوها حتى لا تتحدث حتى لا تكشف المعلومات وهنا الشخصية زي ما بقول لكم مطابقة يعني هنا فرول في شاوي في هذا المسلسل هو السيد صفرة الشريف في كتاب جانجا اخت سعاد حسني